دابت القنوات الدبلوماسية في إيران على نفي أي ظلوع لطهران في تهريب الأسلحة للحوسيين لكن الأدلة والواقع تؤكد تورطها في عمليات التهريب المتواصلة وانتهاكاتها بذلك لقرارات مجلس الأمن المتحدث باسم الحكومة البريطانية كشف أن البحرية البريطانية تمكنت في أوائل العام 2022 من اعتراض زوارق سريعة يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران تحمل أسلحة من بينها صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجهة دليل يربط طهران بتهريب منظومات أسلحة عرضتها بريطانيا على الأمم المتحدة الأدلة الرئيسية طائرة مسيرة رباعية تجارية مصممة لعمليات الاستطلاع من خلال فك تشفير ذاكرتها الداخلية وزارة الدفاع البريطانية اكتشفت سجلات 22 رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحوثيين تأكيد على فرض خيار الحرب والتصعيد الميدانية رغم مباحثات وجهود التهدئة فحسب وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية فإن الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين وانتهاكها المتواصل لحظر الأسلحة ساهم في تأجيج الصراع في اليمن وتقويض جهود السلام إحباط محاولة تهريب الأسلحة للحوثيين ليست الأولى فالقيادة المركزية الأمريكية أكدت اعتراضها أربع عمليات تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين خلال الشهرين الماضيين كما اعترضت البحرية الفرنسية زورقا على متنه أكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية ونصف مليون طلقة وعشرين صاروخا موجها مضادا للدبابات في المياه الإقليمية قبالة سواحل اليمن كانت في طريقها للميليشية الحوثية في حين ضبط الأمن اليمني مئة محرك للطائرات المسيرة التي تستخدمها مليشياء الحوثي في عملياتها الإرهابية